أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مستمعي راديو دابنغا العزاء في لقاء خاص حول الأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان حالياً التوقوات والحلول ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا الخبير الاقتصادي دكتور مالك حسين أب بكر ليحدثنا حول الموضوع أهلاً ومرحباً بكتور مالك في راديو دابنغا وعايزنا تتكلمنا عن الأزمة الاقتصادية الحالية وكيفية تلافيها منذ أبريل 2023 الاتصاد في السوداني واجه أزمة حادة نتيجة هذا الصراء المسلح والمستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريء هذا الصراء حقيقةً أدى إلى تدهور حاد في كافة النواهي الاقتصادية والبنية التحتية والصحة والتعليم ومن آثار هذه الحرب أو الصراء نجد أن هناك آثار كثيرة النتجة من هذه الحرب أولاً حاجة إنكماش للإقتصاد السوداني وتضخم وإنهيار للعملة ونزوح ولجول السودانيين ودمار للبنية التحتية وتراجع في الانتاج الزراعي في ما يخص بالقطاع الزراعي فلو تكلمنا عن الإتصاد السوداني فالإتصاد إنكماش بالنسبة 40% في العام 2023 ويتوقع إنكماش بالنسبة إضافية تفوق 28% في 2024 الحرب القائمة تسبت في تدهور البنية التحتية وتوقف الانتاج الصناعي والزراعي في ولاية الخرطوم بشكل كامل وتوقف جزئي لأكثر من عشر ولايات والتي تعتبر أن أكثر إنتاجاً منها ولايات دارفور الخامسة وولايات كردفان وولايات الجزيرة والنيل الأزرق وحي الولايات التي تمثل عاصب الاقتصاد السوداني وهذا التراجع أدى إلى تراجع الناتج المحلي والإجمالي وارتفاع معدلات البطالة من ناحية التضخم وإنهار العملة هناك ارتفاع للتضخم بشكل كبير جداً وتراجع لقيمة الجناه السوداني بما يزيد عن 50% بسبب انخفاض الإنتاج بشكل كبير في نفس الوقت الكتلة النقدية للعملة أو ماتبات الكتلة النقدية للعملة واحتمال يكون برضو في زيادة الكتلة عن طريق البقاء المركزي هذا التداهر الاقتصادي أدى إلى زيادة أسعار السرع الأساسية ونقصحات في المواد الغذائية والأدوية ودبط بطبع الحال زاد من معارضة السكان ولو برضو نظرنا للشقة الآخر النزوه واللجوء هذا الصراع تسبب في نزوه حوالي 12 مليون شخص داخلياً وفرار حوالي 2 مليون شخص إلى دول الجوهر هذا النزوه الواسع الزاد من الضغط على الموارد المتاحة في ولاية النزوه وأدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد بصورة عامة وحاول تأثير تداهر البنية تحتية وتوقف المشاريع على الاقتصاد السوداني قال دكتور مالك حقيقة تضررت البنية التحتية بشكل كبير بما في ذلك محطات تولد الكهرباء والمياه والطرق والجسور وتوقفت المؤسسات التعليمية من الجامعات والمدارس وخدمات المستشفيات وانعكس ذلك في ارتفاع معدلات البطالة وتراجع مستوى المعيشة أما القطاع الزراعي تراجع ملحوظ للإنتاج الزراعي والإنتاجية بنسبة كبيرة نتيجة لهذا الصراء الذي أثر على المناطق الزراعية الرئيسية وهذا التراجع أثر سلبا على الأمن الغذائي وزاة المعادلة الفقر والجوع في البلاد طيب بصفة عامة السودان بواجهة أزمة إنسانية واقتصادية غير مسبوقة وفي حقيقة الأمر يحتاج إلى تدخل دولي وإقليم عاجل لإيقاف الصراء وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للسكان المضطررين وحول تراجع المرية لقيمة الجنه مقابل الدولار أوضح الخبير الاقتصادي مالك لاحظنا في الأيام الماضية وخلال أربع أيام فقط انخفض الجنه السوداني من قيمته بمع 30% من قيمته أمام الدولار هذا الانخفاض يعد دليلا على التدهور المتزايد للأوضاع الاقتصادي في السودان أو في البلاد وتراجع قيمة العمل الوطنية بهذا الشكل السريع يعكس عدم الاستقرار الاقتصادي الناجم عن الصراء المستمر للطرابات السياسية وعدم الاستقرار طيب هذا التدهور الذي حصل للانخفاض الجنه السوداني بنعكس في الآتي ارتفاع التضخم وزيادة الفقر والجوع ونقص السرعة الأساسية فبالتأكيد تدهور العملة يزيد من تكلفة الواردات تشكي طبيعي وبدوره يؤدي لارتفاع أسعار السرعة والخدمات الأساسية وإلى زيادة الفقر لأنه مع ارتفاع الأسعار وانقفاض القوة الشرعية للجنه سيواجه العديد من السودانيين الصعوبة في تربة احتياجات الأساسية وبالتالي يزيد من الفقر والجوع في نفس الوقت لمن ينقص السرعة الأساسية ويكون فيه انقفاض حاد في قيمة العملة هذا يؤدي إلى نقص في المواد الغذائية والأدوة وغيرها من الضروريات طيب حقيقة الوضع السودان في السودان حاليا تطلب تدخل عاجل لإعادة الاستعرار الاقتصادي والسياسي وتقدم المساعدات الإنسانية للسكان المضطرين مع انحفظ الجناء السوداني برضو شاهدنا أزمة للسيولة في عادة من ولاية السودان وبرضو ممكن نعزي هذا لأسباب كثيرة منها طبعا تدهور العمل المحلية الصراء المسلح ارتفاع التضخم تدمير المؤسسات المالية الطراج والحاد في قيمة الجنيه أمام الدولار بيؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات ونقص السيولة النقضية في البنوك بسبب أن جزء كبير من السيولة الأزمة الآن خارج سيطرة جهاز المصرفين طيب أيضا الصراء المسلح واستمرارية الصراء بين الجيش السودان وقوات الدعم السري أدى إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية وتدمير البناء التحتية ونعكس هذا سلبا على الإنتاج والتجارة وانحسار السيولة النقدية في الجهاز المصرفي طيب تدمير المؤسسات المالية أن الحجمات الممنحجة على البنوك والمؤسسات المالية والنحب والسرقة زادت من حدد أزمة السيولة وعطرت النظام المصرفي وكلنا نعرف أنه عندما يتعطل النظام المصرفي ماذا يحدث للأقتصاد وماذا يحدث للعملة أيضا من الآثار التدخل المتزايد وارتفاع الأسعار وانخفاض القوى الشرائية المواطنين كل هذا يؤدي إلى زيادة الطلب على السيولة لتوفير الاحتياجة المعدومة وبرضو من الأسباب الرئيسية فقدان الثقة في النظام المصرفي أنه فقدان الثقة في البنوك والمخاوف من عدم استقرار الوضع الأمني دي بنتج عنه سحب الوداية بشكل كبير وابنتج عنه نقص في السيولة والابتعاد عن النظام المصرفي وهروب الرأس المال وحاول التوقعات خلال الفترة المقبلة قال الخبير الاقتصادي طيب طبما أنه الأعمالات الأسكرية مستمرة وغير متوقفة سينعكد ذلك في زيادة التضخم إلى مستوىات أعلى ويتوقع حدوث ندر في السرع الأساسية بسوق توقف الإنتاج والاستيراط ولكن في حال هناك أي أخبار الموافقة للطرفي السرع على التفاوض هذا سينعكس إيجابا على معدلات التضخم ويو تم توقيع اتفاقية العون الإنسان المتوقع خلال الأيام القادمة أيضا ستحصل انفراج نزبي في وجود السرع الأساسي في الأسواق أيضا توقع ارتفاع معدلات الفقر والجوع وتزايد تكلفة المعيشة وانخفاض القوة الشرائية بسبب استمرار الحرب وممكن نصل لخلاص أنه الوضع الحالي بهذا الشكل يتطلب تدخلات عاجلة من الحكومة والمجتمع الدولي لمعالج الآزمة السيولة واستقرار العملة وتقديم التعب الإنساني للسكان المضررين ومن دون أو بدون هذه التدخلات من المرجح أن تستمر الأزمات الأتصادية والجميع في التصاعد خلال الأيام القادمة وفي ظل الحرب القائمة في السودان يواجه البنك المركزي السوداني تحديات هائلة تؤثر بشكل كبير على قدرته على دوري الاقتصادي والمالي وسياساته النغضية بكفاءة ومن أبرز القصور في دور البنك المركز السوداني ممكن نلخص فيه الآدي عدم السيطرة أو عدم إمكانية السيطرة على التضخم وعدم إمكانية إدارة السيولة وعدم القدرة على استقرار قيمة الجنح وأيضاً البنة التحتية المصرفية وإذا حاولنا بقليل من التفصيل فدائماً معروف أنه في ظل الحرب والصراع المسلة ترتفع معدلة التضخم كما ارتفع الآن في السودان بشكل غير مسبوق نجد أن البنك المركزي يواجه صعوبة كبيرة جداً في السيطرة على التضخم بسبب التراجع في قيمة العملة وارتفاء أسعار السلع الأساسية وخوضة العديد من الولايات من دائرة الإنتاج وسيطرة بنك المركزي وأيضاً أزمة السيولة الحالية تعكس قصوراً في دور البنك المركزي في إدارة توفير السيولة اللازمة للبنوك إضافة إلى التحديات الأمنية والانخفاض الكبير في الإيرادات الحكومية كل هذا ساهم في تعقيد إدارة السيولة وأيضاً فقدان السيطرة على استقرار قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وخاصم الدولار نتيجة للضغط على الموارد النظر الأجنبي المحدودة والطلب متزايد لتربة تحويلات السودانيين الذين لجوا إلى دولة الجوار ومن جانب الأرض جزء كبير جداً من تحويلات المغطربين تم توجيهها إلى دول أخرى لنفس سبب اللجوء حقيقة أيضاً حصل التدمير للبنة التحتية المصرفية بسبب النزال المسلح وهذا يعوق من تنفيذ العمليات المصرفية ويسبب في تعطل الأنظمة المالية والاقتصادية حقيقة هذا التدمير شمل البنوك والمرافع الحيوية اللازمة المكان منفطة تضعب النظام المصرفي والاقتصادي وحول الحلول الممكنة لتعافي الاقتصاد السوداني قال الخبير الدكتور مالك طيب يجب على البنك المركز السوداني بالتعاون مع الجحات الدولية والمحلية اتخاذ خطوات عاجلة تشمل الآتي تعزيز الأمن والاستقرار السياسي ودعم الجهود الرامي إلى وقف النزال المسلح وتحقيق الاستقرار السياسي كخطوة أولى بغرض استعادة الثقة في النظام المصرفي والعمل الجاد على طلب الدعم والمساعدة من مؤسسات المالية الدولية لتقديم المساعدات التقنية والمالية اللازمة سواء كان في شكل وداع أو منح أو قضوط أو سلعة أو كلها ما بعض طيب أيضا يجب عمل وتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة في النظام المالي والمصرفي بغرض تعزيز القدرة على إدارة السيولة ومكافحة التضخم كما يجب على البنك المركزي تحسين السياسات النقدية لتكون أكثر فعالية ومراقبة التضخم واستقرار عملة الوضانية وبدون هذه التدابير سيظل البنك المركزي في السودان يواجه صعوبات كبيرة ويكون عاجزا أن أداء دوره الاقتصادي وفشله في تحقيق الاستقرار المالي في البلاد شكرا الدكتور مالك حسين بكر الخبير الاقتصادي حدثنا حول الأزمة الاقتصادية الحالية وكيفية تلافيها وشكرا لكم عزيز المستمعين على حسن المتابعة والاستماع وإلى اللقاء شكرا لكم